كرأت في أحد الكتب أن بصول صلى الله عليه وسلم كان يحذك السبابة في التشاهد ويقول إنها أشد على السيطان من الحديث فأولحو ذلك لذلك الله خيرا أن رفع السبابة في التشاهد والإشارة بها إذا لهم جماله عند الدعاء فهذا سنة ثابتة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقبض الخنسر والبنسر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة ويسير بها وأما كونها أشد على السيطان من كده فأنا لا أعرفه ما يبنى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعكم الله خيرا